حتى الأموات لم يسلموا من ممارسات حكومات ما بعد الاحتلال مقبرة الشيخ معروف الكرخ ببغداد والتي يعود تاريخ بعض القبور فيها إلى 1200 عام ستتعرض للتجريف بقرار من وزارة الإعمار والإسكان القرار يعني إزالة رفات شخصيات تاريخية علمية ودينية فضلا عن قبور آباء وأجداد سكان منطقة الكرخ الذين أعلنوا رفضهم لهذه الخطوة واعتبروها اعتداء على حرمة الأموات والتطاولا على تاريخ بغداد مشاريع إكساء وتوسعة الطرق التي يتبناها السوداني كأبرز إنجازات حكومته واجهت انتقادات واسعة في أحيان كثيرة وسخرية في أحيان أخرى لكن مشروع فتح جسر من ساحة الطلاع إلى منطقة البيجية مرورا بمقبرة الشيخ معروف الكرخي حيث يرقد آلاف البغداديين منذ عشرات السنين فجر غضبا غير مسبوق بين أبناء العاصمة فك الاختناقات المرورية ليس ذريعة للاعتداء على حرمة القبور والتجاوز على معلم تاريخي مهم يقول أهالي الكرخ الذين صدموا من قيام وزارة الإعمار والإسكان بإبلاغهم عبر لافتة علقتها على جدران المقبرة دعتهم فيها إلى ضرورة إخلاء القبور في مدة أقصاها منتصف شهر كانون الأول الجاري لتنفيذ مشروع الجسر الذي قالت إنه يتطلب قصة عشرين مترا من المقبرة وكالعادة فإن حلول الحكومة لمشكلة لا تمضي دون خلق مشاكل أكبر فخطوة وزارة الإعمار لم تتفاد إحداث مجزرة لنحو ألف قبر من المسلمين الذين دفنوا هناك والأدهى أنها لم تعمل على تخصيص أرض بديلة ولم تتكفل بنقل رفاة القبور بل تركت الأمر لذو المدفونين الذين عليهم البحث عن من ينبو شرفات أهليهم ودفع كلف باهظة قد يصعب تحملها على طبقة الفقراء نهك عن الشعور المأساوي الناجم عن عملية النبش سلطة تدمر الحاضر وتعاد التاريخ فعلتها سابقا مرات عديدة كان آخرها إزالة مأذنة جامع السراج في البصرة وسط جنح الليل بنفس ذريعة توسعة الطريق وهي اليوم تتمادى بالاعتداء على حرمة الموتى وتتجاوز على تراث بغداد وتزيد من معاناة أهلها الذين سائموا من عمليات التخريب الممنهج لمدينتهم